هنتكلم النهاردة عن النايف بيس كلاسفير وطبعا اتفقنا ان انا لو عندي واحد فيهم بيعتمد على التاني بينسامة ده كونديشن البرابيليتي والكونديشن البرابيليتي دي كانت المين كونسيرنس ووف البيس كلاسفير او البيس سيروم ولكن في بعض الاحيان بيبقى عندي ايفنت بيعتمد على اكتر من ايفنت تانيين وطبعا الحاجة دي بنعملها ربزنشن بي وفي اي جيفن بي و سي و دي و اي و اف ولن اكتمام المين يكفي الكثيرنان في حالة ان او عندي كونيشن البرابيليتي بحيث ان انا عند بيعتمد على اكتر من الإيفنت بحيث ان او الايف فتليشن البرابيليتي compound اعتبر المينتزشن البرابيليتي نسخة اكبر ما اقسم البرابيليتي بحيث ان انا باتريس اهما نسخة من complicated classots من اكتر من the event انا بعتمد عليها طيب ايه هي المين goal of the naive best classifier لو انا عندي samples وكان عندي كذا sample بينتموا لكلاس معين وSamples ثانية بينتموا لكلاس التاني لو انا عندي new instance how to classify this instance فده المين concern of the naive best classifier المين goal of the naive best classifier is to classify a new instance to predefine the classes given set of information عن الاستانس ونفرض مثلا ان ده كان بيربريزنت نوع معين من الفروت والكلاس التاني ده بيربريزنت نوع تاني وانا عندي new instance ازاي با decide ان الاستانس تنتمي لكلاس ده او كلاس ده طبعا المحتاجة اعرف شوية معلوماتي عن زي مثلا لونها زي مسحتها زي الملمس بتاعها زي مثلا ونفرض طعمها دي شوية انا محتاجة اعرفها عن الاستانس مش عشان اعمل classification او عشان اعمل decision محتاج اكتر من information مش information واحدة بس فده القول بتاع base classifier is to classify a new instance given set of features طيب وهو يعتبر straightforward algorithm يعني هو نفس base classifier بالزبط مش بيطبق فيه اي advanced algorithm او اي advanced steps هي best probabilities طيب من ضمن basic applications of the newbies classifier the text classification or the sentiment analysis and the spam detection يعني ايه text classification لو انا عندي text او paragraph او article معين كان مكتوب فيه كلام كتير paragraph وانا مش عارف البراجراف بتكلم عن ايه لو خدت random word من البراجراف ده وعملت classification او شفت الورد دي بتنتمي الاقرب لطوبك بتاع food او sports او politics وهكذا طبعا خدت words كتير من البراجراف ده وطلع ان معظم الكلام بينتمي ل field او class اللي اسم sport يبقى خلاص اللي اسم اللي اسم لذي تنتمي البراجراف ده يعتبر الـ type و هكذا الا و هكذا هكذا انا انا بعمل emotion recognition او باكلاسفاي الانستنس معين او او معينة هي طبعا انهي انهي هل هي هابي او سياد او سبرايز او نورمال او اي حاجة طبعا المعلومات اللي انا ممكن احتاجها في حاجة زي كده مثلا المسافة بين البداية ونهاية الماوس وهكذا حاجات معلومات كديرة في الهدف من الهدف من الهدف ان انا ان اميل كيف يقضي ان الهدف من الهدف او نورمال او نورمال او اكيد ان الهدف ان الهدف من الهدف من الهدف Be Well خاصة بالكتجوري بتاع الهدف. لو لقيت المسلا كلمة buy او الى حاجات معينة ده بقول باديساب في الاخر انه هو ذي سبرا خلنا ندخل في المعادلات او التفاصيل بتاع how to apply name bass classifier بالظبط طبعا احنا اتفقنا ان هي باسكلاسفير بيعتمد اعتمادا اساسا عن البيسكلاسفير وهي البروبليس فكان البيسكلاسفير بيقول ان لو انا عند بي وي جيبن اكس كنت معلاء ربزنتيشن بانها بتساوي بي وي جيبن واي مضروف بي وي على البي وي طيب ماذا لو كانت ال اكس بتاعتي اللي انا باعتمد عليها او اللي باعتمد انة اه معايا كانت عبارة عن اكتر من من فيتشر سي مثلا اكس اون اكس او اكس ام إذا أقوم بعمل هي breathing a rotation المنسبه ؟ سهيتغير زمانية prax حسنا hostingkan a x أكيد ان אל الـ c teaching of bomet agenda moderator y x 0 بالنسبة للمقام بدلا يقول class avatar lin etzen صحيح لحصول في حالة نايد النايف في حالة ان انا عند اكتر من او اكتر من انا بعتمد عليه. تمام? طبعا وار اسيومنج ان الواي دي بتربزنت الكراس اللي عندي والاكس دي بتربزنت الاموت اللي هي الفيتشرز او الايفنز. طيب دلوقتي النوتيشن دي انا ممكن نعملها بالطريقة دي بدل ما اقول مثلا بيوف اكس وان جبن ي بيوف اكس تو جبن ي ممكن اقول اه بيوف اه بيوف اي جبن الاكس او بيوف اكس جبن الاكس لغاية الام. اه دي بتساوي البيوف اي مضروبة في الملتبليكيشن بتاع بيوف اكس اي جبن الواي ويرن الاي من واحد الام والام دي النمبر الصوت. تمام? اه ده يعني انا كده خلاص اعملت البزنتيشن للنايف بيز بس في بعض الكتب بتعمل البزنتيشن للنايف بيز بالطريقة دي بدل ما desta p Dirms متوضحة لا بيعمل ان هي ااه اه بيوف اكس اي جبن واي ويرن الاي دي هذه اه دمي بين حاصر ما بين الواحد للام. وليه طبعا دي نمبر او Caesar who govern بيوف اكس اي. ويرن الاي بتنتمي من واحد لاما. طيب. هنلاحظ طبعا ان اثناء ما احنا بنجي نقارن اه لو انا عندي بيوف واي جيب ايكوال ياس و بيوف واي ايكوال نو او او مثلا معاينين. وعايز اقارن فانا عندي التيرم ده كله. بقارن بتيرم تاني. والمقام بتاعهم واحد. فطبعا انا مش محتاجة المقام ان انا احسبه لان هو مقام كده متوحد. فالبسط هو اللي هيحدد سواء كان البرابيلتي هنا اعلى ولا اقل. طبعا ده هيبان في المثال الاوضح. ولكن لو احنا فهمناها هنلاقي ان البرابيليتي اللي انا هجيبها بتتناسب تناسب تردي مع ايه مع البسط. تمام? لان انا طبعا ممكن اشيل المقام عادي لان انا بقارن في المقام واحد في التوتير مازل ان انا بقارنهم ببعض. طيب. دلوقتي انا بقارن وشيلت المقام والبرابيليتي بتتناسب تناسب التردي مع الترم ده. خلاص يتتمد على البصف احناتش على المقام. طيب انا في الاخر هاخد احتاج يعني هدسايد ان انا الانستنس التحديد هنتامل امني كلاس. اه بعمل ارج ماكس. ارج ماكس يعني باختار الكلاس اللي بيديني ماكس من الحاجات دي كلها. طبعا احنا يعني الحاجة دي سهلة ومفهومة بس هي الترمس او طريقة التعبير عنها هو اللي بيكاد يكون غريب شوي. يعني دلوقتي لو كنت عايزة اشوف ان الانستنس دي الانستنس دي تابع الكلاس او الكلاس بي؟ هعمل ايه؟ هطبع لها نيف باس جيف لفيتشورز او جيفن اليفلس اللي عندي وطلع في الاخر. هاي بقى عندي فيه بربابيليتي 2 من 10 فيه بربابيليتي 8 من 10 اه هختار الانستنس هي بالنسبة للاسي 8 من 10 إسمها 8 من 10 او الإنستنسي ستذهب للكلاسي لديه أعلى بربائلتي فهذه اسمها Rg Max وهذه ستذهب للمشاركة التي قديتها أعلى بربائلتي فهذا Rg Max وهذا Y في آخر تساوي Rg Max باقي 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 طيب خلينا اخد مثال بالتفصيل من الاول الاخر على مثال مثلا زي المثال اللي قدامنا انا عندي اربعتاشر يوم كل يوم في اليوم ده طبعا بعمله بسنشان برو في التابل كل يوم ليه معينة او كاركترستيك معينة او ظرف للويزر معين مثال النهاردة كان يسبب ستنياح واليوميييه او لوين يجب فعلşam الله في لابن الح WiFi حيناء انا قرر حياتي ِاني يوم تاني نهاردة الليل كانت منيوية приним مغل Felix وويند كان فولس فأنا في اليوم ده هقرر ان انا هبلي او هبلي هبقيس فالمثال ده احنا طبعا نعتبر حلناه في البيس فلاسفير ولكن كان عندي اونلي وان فيتشور وهي الاوتلوك مثلا لو كان عندي اكتر من فيتشور عندي اكتر من انفورميشن جبن قدامي وعايزة على اساسها هيدي اللي قرر ان انا هبلي ولا لا فده النايف باس فلاسفير هعمل ايه السؤال ايه اصلا السؤال ان انا لو كان عندي نيو انست انس بالمنظر ده عايزة اقول هي في الاخر هبلي ولا مش هبلي عندي الاوتلوك كانت فيتشور باليو بتاعديه كانت ريني والتمبرويتسر كانت هوت والهوميت كانت نورمال وويند كانت بروا هل هعمل بلي ولا لا يعني هبلي في اليوم ده طير عشان اشتغل على بعد نايف بيس كلاسفية محتاج اكريت التاول ده التاول ده هو اللي بيحددلي في الاخر الـ values and probability طيب التاول ده بيتعمل ازاي بتشوف انت الفيتشر الاولانية التانية التالتة الرابعة الاولانية لها values A sunny ووركاستوريني الـ sunny كان من الايام الـ sunny كان قررت فيها ان انا عمل بلاي كان ثلاثة من في الايام الـ sunny او كم عاد الايام الـ sunny اللي انا قررت فيها ان انا معملش بلاي هي كانت ثلاثة طبعا الحاجة طلعتها ازاي لو انا جيت على الـ feature اللي هي outlook وبسكت الـ value اللي فيها كانت sunny طبعا يلاها ثلاثة values اللي هي sunny ووركاستوريني لو مسكت الـ value بتاعت sunny هلاقي انه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة زهرت ست مرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة زهرت ستة مرات من في الايام الام الدينية دولladدددددددددكوا كنت كررتبها وس دولتك فيها ان انا سلم I play ومن في الايام الادودددددد consider Decern ty وأنا قررتlek فيها التلات مدلاددددددددددددددندددددددددددددددددددددددددددددددا هل دمه اه مدلابش عايj تلتب اصحصى بديددددددددددددددددددد Billy انه في الايام اذاني تلعتبهاستمر فيها ان اخلاد الضواني وهأيautice الكلاز كان ياس. طيب. يبقى انا هاجي عند الاؤتلوك فيتشر والفاليو اللي بتاعته اللي هي كانت طيب بتاعها صاني. هكتب تحت الياس ثلاثة وبتاعت النول ثلاثة. وهكذا بالنسبة الوفر كاست والريني وكل الفاليو. هاكرر طبعا نفس البروزس دي على التمبراتشر والهوميدي والويندي. لغاية لما كون كل التابل ده. في الاخر اه 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 اسأل نفسي البروبيلتي بتاعت اليس كان والبروبيلتي بتاعت النو كان. يعني اه في الاربعتاشر يوم اللي قدامي. اه اللي كل اللي قدامي دول. اه كم عدل ايام اللي في الاخر واطبر الكنديشن كان اي. واطبرا التوليزور كان ام guest. كم يوم انا كررت فى trying to na. اه لو هنعدهم ه supporters ان انا عندي 1 اتنين. 3 اربعة. 5 6 7 8 9 عندي تسع ايام قررت فيها فبالتالي الـ probability of play equal yes ستبقى بتساوي 9 على 14 الـ number of play كان بيه ساوي فيها yes والـ 14 اللي هي كانت ايه كان total number of days وطبعا لو جيت عد النوع هلاقيها ان هي خمسة ولكن انا اصلا ممكن اطلع عنها خمسة على طول لان انا عندي 14 ناقص 9 بيساوي 5 في 5 على 14 تمام؟ على اساس ان ناقص 9 بيساوي واحد ده تاول ده اساسي جدا في التعامل مع الـ base classifier عشان هو بيساعدني ان انا ما بطلش اقعد في الـ الـ الاصلي وافضل اعدي فيه كل مرة لا اقاملوا مرة واحد طيب ايه الـ next step في الـ base classifier هو ان الوقت عندي كم class؟ عندي class class play equal yes وclass play equal no بحس بالـ probability of play equal yes والـ probability of play equal no وابدأ اقارن الاتنين ببعض طيب ازاي بحس بالـ probability of play equal yes طبعا باسمها probability of play equal yes given الـ features اللي عندي اللي هي rainy والهوت ونورمل و true الـ new instance اللي انا عايز اعمالها كان الـ outlook بتاعتها كان rainy و hot و normal و true outlook كان rainy والtemperature hot و the humidity normal و الـ windy equal to فانا اه بحسب الـ probability وطبعا دي هتساوي ايه هتساوي probability of features given the play equal yes في probability of play equal yes على المارشنة بتاع كل واحدة فيه تمام طيب التربability codes بالنسبة لتربعة برابلة او الاكون دي الرول بتاعتها هندiggers بس طبعا حاجة هنا بس فيه ان اتفقنا طبعا ان وانا بقارن وانا عايزة احسب وبقارن بلاي ان المقام بتاع الاثنين مالهم واحد فممكن اشيله عادي خلاص فانا لو عندي هنا قيمة على رقم وقيمة تانية على رقم الرقم ده مش هيقصر معاي هنا لو شلته لانهم المقام بتاعاتهم متوحدة اشيلته هيبقى التأثير بتاعي في البصد بس المقام دي حاجة ماثماتيكس فخليني اشوف هنا هلاقي ان بتاعتي تحسات او البصد بالمنظر ده بسبب 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 مضروفة في البي اوفيس طيب اه وطبعا ممكن ابسط الكلام الكتير ده بانه هو كده يعني عادي من الشرط ممكن ابسطه ممكن ابسطش بس ده بس عشان ما نتكلم كتير عن التأخذ Clinical Quiériني وال Eth exec é beneficial ممكن اقول Tributto of black equal yes Given Rain will Heavnal and Normal and True يتساوي ال Hmm 比يفي由 راني وسنورمال AND True Given the yes مضروفه في البي اوفيس تمام طيب عايز ايمس عشان اجيب ال région بتاع الحاجة زي كده او ان انا اجيب ال theNistentalは yes ده هتساوي بReany Give yes میدروفة في البي اوف hurgsов Had given yes مضروفة في البي اوف normal given yes مضروبه في البي اوف ترو جيبن ييس كل ده في الاخر هتضرب في ايه في بي اوف ييس طبعا البي اوف ييس اتفقنا انها تساوي تسعة على اربعة عشر قدام بعد كده الترمي واحد اثنين تلات اربعة عندي اربعة ترميس عايز اجيب الفلس بتاعك طبعا احنا اتفقنا ان البي اوف ريني جيبن ييس او بي اوف حاجة جيبن ييس ده معنا ان المقام بتاعه تسعة لان عاد الايام اللي فيها هيس كانت تسعة مقام بي اوف ريني جيبن ييس كام من الايام اللي كان فيها ريني قررت ان انا العب فيها هروح للجدول ده هروح على الريني عاد الايام اللي انا قررت فيها ان انا قابلي كانوا اثنين فهيض اغلبه هناك اثنين طيب بالنسبة للكمبريتشر قد كام عاد الايام اللي كانند اعال فيها يس كان اليوم ده كان اثنين فهيض اغلبه هناك في الترمي الثاني اثنين طيب بالنسبة له نورمال هاجينا عند النورمال احط ستة لان ده الستة بتربزينت ايه عاد الايام اللي انا عملت فيها هيس نورمال وبرضه بالنسبة الويندي هلاقي انها ثلاثة فبقى عندي اثنين اثنين ستة ثلاثة ده في البسط بتاع الترم الاولاني بتاع البي اوف بلاي اكوال ياس اثنين في اثنين في ستة في ثلاثة والمقام ايه بتسعة مغربة في تسعة الاربعة عشر طيب هنفذ نفس الاكوشن دي على البروبيلت اوف بلاي اكوال نو هتبقى هيها بس هيبقى هنا بي اوف ريني هوت نورمال ترو جيبن نو في بي اوف نو طيب دي هتساوي بي اوف ريني جيبن نو في بي اوف نورمال جيبن نو بي اوف ترو جيبن نو في بي اوف نو بي اوف نو كان بخمسة على الاربعة عشر وبما ان جيبن نو هيبقى بسط المقام كل واحدة فيهم بخمسة هتضربها في عاد الايام اللي كان فيها ريني وقررتها بقى نو وهكذا زي ما احنا عملناها قبل كده فاطلع الاثنين واثنين وستة وواحد طيب بعد كده اعمل ايه يعني انا دلوقتي حسابة البروبيلتو اوف بلاي اقوال نو وبروبيلتو اوف بلاي اقوال ياس هعمل ايه طبعا هناخد ارجي ماكس ارجي ماكس يعني ايه طبعا البروبيلتو اوف بلاي اقوال ياس ده رقم بلق واتحسب عالق الايها تصدر عليه ايه ثogenic plus value ماكس ارجي النرأ والان المنطاع على الرقم ب Desktop تمام؟ طيب في بعض الارتجات ايضا في العادة باسمها ما هي العادة بسيئة؟ هل هي عادة باحتاجها؟ في بعض الاحيان لو انا هنا بقول كان هناك واحدة بيو مفرنى كانت بزيئة طبعا الحالة مثلا معنا هنا وهتحصل لو انا كنت قلت ان اليوم بتاعي مستاني وكنت قلت ان اليوم بتاعي اوفر كاست لو انا كنت قلت ان الاول لوق بتاعي اوفر كاست هنا بدل ريني اوفر كاست وحاجات كتير اه ايه هي البروبيلتي بتاعتها تبقى ايس ولا نوف لو انا جيت احسب هلاقي ان انا وانا بحسب بروبيلتي افنو هضرب زيرو في حاجات تمام اه لما بدرب زيرو في حاجات ده بيخل كل الموجوده زيرو وبالتالي ستكون هاتبقى استيغنى حيث يحصل هي اكيد هي ديزيرو والتانية هي 1. طبعا ايدي هاشه ليمكن ان تعتبر التطورس لان اعتبار على ما احد اكثر ؟ هاتست اعتبر على ما اعتمد على ما انا هنا اأrokنا بالاشي ketana هاتست سيحوة ميقربة ت ignore ما اريد كيب Laplace correction كما تستهرج إلى عدا لاتستشاف توقف تجعل شيء سيدي بحاول بس اغير الزيرو وحط بدل رقم صغير جدا بحيث انه ما يصفر ليش كل الحاجات ويديلي في الاخر انديكيشن للبروبيلتي عاملة ازاي يعني انا اضربت كمه كبيرة في صفر ولا كمه صغيرة في صفر اصل الصفر بيخلي الكيمة كلها صفر ما بابقاش عارفة ان البروبيلتي كتقسم كبير ولا صغير فلما بكون سيدر الابلاس كوريكشن ان انا بخلي نسمى دوني ما ترى لشرين البروبيلتي زيرو وانوا تكون رقم صغير بحيث ان التعامل صح ويبدأ في الاخر اعتمدت على فاولينها وفاولين عاملة واحدة هي اللي بتؤثر على اوريزشن يبقى زفالة افرقاست تجيب النوبة السماء ازاي ؟ هذا معنى ان انا عمري ما هلعب اسناء ما يجب الدينة افرقاست طيب ده حاجة منطقية ولكن نحاول نشيل الزيرو بدلا ما نقول زيرو على خمسة أو زيرو على تسعة منحط نخليها واحد رقم صغير حتى لو ممكن واحد من عشر عادة نخطها رقم صغير بحيث ان اوبرو البروبيلتي ما تبقاش توصل الزيرو الفكرة اسمها البلاس كوريكشن وموست نايف بيستليس فاير بيطبقه او بيأكسبت وزيس ايضا المثال اللي حلناه ده مثال كان من ضمن المسائل على نايف بيستليس فاير ولكن كان بيعتمد في اعتمد على ان الفياتشر بيتحتي كان نوحة يعتمد يعني ما كيه كيهر؟ يعني عندما اقول تمبرتر كنت اقولني هو هو أو كوال أو مالد وليس فكرة الـ Values وكنت بقول ما بقولش الـ Temperature قيمة ما بديهاش رقم ما بقولش نيوميريكل ما بقولش الـ Temperature بـ 2 بـ 3 بـ 10 بـ 20 بـ 50 ما بقولش رقم فماذا لو كان عندي الـ Feature values بالتحتي كانت نيوميريكل فإن جنرال الـ Types of data أو الـ Type of information ممكن تبقى كاتيجوريكل و نيوميريكل عشان نحل بعض المسائل على الـ Features تبقى كاتيجوريكل ماذا لو كان الـ Feature بالتحتي كانت نيوميريكل طبعا نيوميريكل دي ممكن تبقى وممكن تبقى Continuous لكن Continuous تبقى رقم وفي حاجة عشرية خلينا مثلا ندي مثال لو انا عندي هنا الـ Features مثل أنواع السيارات هندا ومازدا وبولفو وهكذا وحاجات كثيرة بالنسبة لـ نيوميريكل فاليوميريكل 10 و 20 و 30 عدد الأطفال ليس ينفع تقول لي 10 و 2 من 10 يعني عدد الأطفال في بعض الـ تبقى هي وفي بعض الحاجات مثلا نيوميريكل نيوميريكل وفي بعض الحاجات مثلا 75 و 50 من 100 أو 96 و 25 من 100 فالنيوميريكل بيعتمد على نيوميريكل بيعتمد على أتغير في الـ رول بتاحتي قليلة لأن أنا لن أعرف المرحلة وعلى المرحلة كلمة تزالة من المرحلة فماذا لو انا كان بدلا ما هو يقولي طبعا الاوتلوك قال لي صانع عادي بس بدلا ما يقولي التمبريتشر كانت حوط او حاجة قال لي ستة وستين والهوميدي قال لي علها تسعين والهوميدي قال لي true هنعمل بلاي التسجن بتاعي بايس ولا نوع فدي الفكرة بتاعت لو كان الفيتشر تايب بتاعي كان يوميريكا ان الفيتشر ممكن يبقى لها فاليو رقم مش كاتيجوري طيب اه بحل حاجة كده ازداد ببدأ استخدم الجاوسين ديستربيوشن طبعا ممكن استخدم اكتر من اه ديستربيوشن ولكن المست كومن اليوز او النورمال كيس هو الجاوسين ديستربيوشن بنبدأ نعمل ايه طبعا انا اه ده نيو انستنس وكان عندي انستنس كتيرة واننفرض الاربعتاشر فاليو او الاربعتاشر يوم في التابل وكان الاربعتاشر فيهم كان التمبريتشر اللي هيا فاليو ببدأ احسب الميم بتاع التمبريتشر لكل الفاليوز اللي هيا فالبعتاشر يوم واحسب الستاندرد فيشن ويهي كالكولات الميم والستاندرد فيشن وبعد كده بحسب البيدي اف او بروبيلت دينست فونكشن اه بتاع الالباريابل ده جيبن ان هي باليو بتاعته 66 واللي انا اجبت ده هو بروبيلت او بزيس ايه او بزيس فيتشر طبعا ده هيوضح بمسال دي بس مراجعة ايه هو المين المين بيساوي السامشن بتاع كل الفاليوز اللي موجودة معايا سامشن اف اكس اي جيبن الاي بيساوي واحد لغاية الان اللي هي النمبر اي اوف سامبلز اللي هي الاربعتاشر يوم على او مضروبه في الواحد على ايه والساندرد فيشن بيساوي واحدة لان مينس وان اه مضروبه في السامشن بتاع اي اه من واحد لان اه في اه الفاليوز اللي انا بعملها سامشن الاي اكس اي ماينس ام سكوية بعد بحسب الام والساندرد فيشن بتاع كل اللي في الاربعتاشر يوم بيجيلي باليو للمين و باليو للساندرد فيشن ونفرد تلاتة ونفرد هنا اتنين من عشرة وهكذا ببدأ احسب البرابيلة دنستي فونكشن اللي هي الف و اكس بتاع البرياب ده بحيث ان الفونكشن دي او البرابيلة اللي انا عايز احسبها بتعتمد على ال易س القرانت فاليو اللي هي ستة وستين واحدة على اه مضروبه في الافيشن اي تصابر ماينس اكس اللي هي ستة وستين ماينس المين اللي انا حسبتها سكوير على اتنين في الافيشن دبشن تبام فديه اه الاا الخاص بيشن بتاعته. اه 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 وطبعا ده كل دا يوضح بمسان. طائم. نفترض ان انا كان عندي الجدول الاصلي بتاع ال الاربعتاشر يوم وكان عندي كتيرة للتنبريتشر. اه 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 عشان اه اه اكريدت الجدول. الجدول مبقاله شكل مختلف شوية بحيث ان هو. اه بقول ان اه اه اما عادل ايام اللي كانت صاني وكان عادل الايام اللي كانت صاني ويس وصاني ونو ولكن في التمبرتشر انا ما بقولش عادل الايام انا بحق يعني بقول على طول انا كان عندي في التمبرتشر اللي كانت يس كان الرقم اللي اسم 64 و 68 و 69 و 60 و 72 دي الدرجات الحرارة اللي ظهرت في الجدول اللي كان فيها اليوم ده بيس وطبعا دي الايام اللي كان فيها نوم تمام وطبعا دي نفس الهوميديتي برضو وده بالنسبة الويندي انا لما كنت كان عندي كم يوم ست كان عندي كم يوم يس وكان عندي كم يوم قررت في ان انا ملعبش وكذلك بالنسبة للتوقف طيب يبقى انا من الجدول الاصلي كونت الجدول ده وجدول ده مختلف شوية عن الجدول الي انا كونناه في المثال اليفات لان هو فيديو بيس بعد كده ببدأ احسب المين والفاريانس المين المين والفاريانس المين المين ب проход كل الفيديشورز لأولك لانها سيجل لك لسيبها كما هي وين دي هو سيبها كما هي ولكن التمبرشر والوميدتي سيحسب لها مين وفارنس مين وستاندرد البيش طيب اللي هيحصل المين بكبس داي بكبس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عندي خمسة يبقى واحد على خمسة مضروبة فيه الاربعة وستين زائد تمانية وستين زائد تسعة وستين زائد تبعين زائد اتنين وسبعين كده بجمع كل الفيروس على التمبراتشور اللي كان الكلاس فيها ياس وهيسيمة طبعا على خمسة هيديني المين وهيحصل طبعا لصدر الفيشن بعد معاوض من الإكوشن هتطلع للقيمة دي وهتطبق نفس الرول في النو وهتطبق برضو نفس الرول في الهوميديتي اليس والنو هيتطلع للمين هنا ومين وصندر ديشن وهنا مين وصندر ديشن طيب بالنسبة ل الطبع انا كممكن يعني وضح الناه وقل kara angu ودلا ما قال اتنين قال اتنين على التسعة وهنا تلاتة على خمسة ثلاتة على تسعة وتنين على خمسة دين اربعة على تسعة وهي سفرة على خمسة طبعا بفرض ان هو مطبقش وهنا طبعا دي برضو ستة على تسعة وهي ثلاتة على تسعة Olá اثنين على خمسة وهي الثلاثة على خمسة يعني دي البرابيليتز ودي المين والاستندرد بيشا طيب عايزين بالنيو انستنس دي اطلع فالاخر فالبابيليتي اوف البيلي اكوال ياس جيبن البيليو هنجيب بي اوف بي اوف بلي اكوال ياس division here اس بالنسبة ده انت بتعود عن ى او انا باملى حيث انندان استعتمد علي كلاس وبحيث ان انا استعتمد علي الـ standard deviation والـ main بتاعها تمام؟ طيب وكذلك في الـ humidity هاخد الـ probability density function بتاع الـ feature اللي اسماه humidity اللي ليها value 90 اللي ليها class yes اللي هي مثلا بـ of sunny given yes given yes دي بعمل الـ definition بان انا باخد الـ mean والـ standard deviation بتاع الـ yes طيب يبقى بـ of play equal yes given 66 والـ 90 والـ true بيساوي لو رحت على الجدوة اللي احنا كاريتناها هلاقي ان الـ b of sunny given yes بيساوي 2 على 9 والـ b of true given yes بتساوي 3 على 9 والـ b of yes equal 9 على 14 الـ probability density function دي الـ equation بتاعته واحد على اتنين باين مضروبة في الـ standard deviation احنا دلوقتي في الـ temperature في الـ yes لو جينا هنا هلاقي الـ temperature في الـ yes كان دال مين دي الـ standard deviation standard deviation اتنين وخمسة وستين من مية وثمانية وستين وستة من عشر ودي الـ equation بتاع الـ bdf هيبقى عندي واحد على الجازر اتنين باي مضروبة في اه اه الـ value بتاع standard deviation اه اتنين وخمسة وستين من مية مضروبة في الـ ethos باور اكس اللي هي ستة وستين ناقص الـ m اللي هي تمانية وستين وستة من عشر سكوير على اتنين سيجما سكوير اللي هي اتنين مضروبة في اه اه اتنين وخمسة وستين اتنين وخمسة وستين سكوير اه اتنين وخمسة وستين سكوير مضروبة في اتنين وانا ستة وستين ناقص اه اه ده اضربه برضو في نفس هجيب الـ bdf بتاعت الـ humidity جيب ان الـ value بتاعتي كانت كام تسعين با تسعين نصب اتنين وسبعين على اه 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 خمسة وستة ممية اتنين وسبعين تبعنا احنا دواتي في الـ cross بتاع ياس فهاجع على الـ humidity الـ cross اللي هو زي اس الـ M بتاعه 72 والـ standard division بتاعه كان خمسة وستة ممية فهيبقى عندي اه 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 اكس ناس 72 على اه 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 خمسة وستة ممية سكوير وطبعا الـ x بتاعتي كان كان بتاعين لانا دي الـ value بتاع الـ new instance اللي نشغله عليه طبعا ده في الاخر هيتلع الرقم هكرر نفس الـ process دي على مين على الـ probability of play equal no وهطلع الـ B of sun given no و-B of true given no و-B of no وهضرب كل ده في الـ probability density بتاعه temperature value اللي كميتها 66 given class a no يعني هعوض بالـ Mini and standard division بتاع الـ class alone دي طبعا كانت كيس تانية من الـ naive base classifier وبنسميها Gaussian naive base classifier أو جاوسيا النايف بيس في تيبات على النايف بيس وهو أنه ميثود وكلمة نايف يعني سازج أو يعني ميثود يعني في ليدرو بيكس يعني ومن دمناه وهو أنه بيخلي الفيتشر بتعتمد على الكلاص ولكن بيعتمد أن الفيتشر لا تعتمد على بعضها يعني درجة حرارتها ممكن أن يضع وكلمة معينة ويرى أن هذا لا يحدث في المنطق لا ينفع مثلا أنه يبقى ريني ودرجة الحرارة عالية فهو لا يعتمد أن هناك تبيندنسي بين الفيتشر ولكن بيعتمد أن هناك تبيندنسي بين الفيتشر فهو فيه له شوية أو كده ولكن هو سهلة جدا بتعتمد على وبتعتمد على أو طبعا دي مهمة بتساعدك في فهم النايف بيس وطبعا تطبيق النايف بيس في البيسون مهمة جدا ومفيدة ترجمة نانسي قنقر